اشتركوا في القناة القائل في كتابه الكريم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية وهي أسمى غايات النبلاء وأعظم أمنيات الشرفاء حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة مرات ومرات حيث يقول صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ويقول عليه الصلاة والسلام ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وقد خص الله عز وجل الشهداء بفضائل عظيمة ومكانة سامية فهم في صحبة النبيين والصديقين حيث يقول الحق سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعندما جاءت أم حارثة ابن صراقة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان استشهد يوم بدر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى وصفقة الشهداء عند الله تعالى رابحة وتجارتهم لا تبور حيث يقول الحق سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقلم يعني يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يقلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كما أنهم أحياء في ذاكرة الأمم والأوطان لا تنسى بطولاتهم ولا تنكر تضحياتهم يقول سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما استشهد والده رضي الله عنه أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحياء أباك فكلمه كفاحا أي من غير حجاب فقال يا عبدي تمن علي أعطك فقال يا ربي تحيني فأقتل فيك ثانية قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد يعلى الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن الشهيد الحق هو من صدق انتماؤه إلى دينه وغطنه فضحى من أجل ذلك بالغالي والنفيس كما أنه شهم حر يأبى الدنية ويرفض المذلة والهوان حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد ونحن إذ نحي في هذه الأيام المباركة ذكرى نصر أكتوبر المجيد حيث سطر جنودنا البواسل أسمى معاني البطولة والفداء والتضحية فنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة فإنما نجدد في أنفسنا معاني التضحية والفداء والإخلاص لهذا الوطن العظيم اللهم احفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين